أرقام مفزعة كشفتها الأمم المتحدة عن اللاجئين في أحدث تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين 68 مليونا ونصف المليون شخص هم عدد اللاجئين والنازحين العام الماضي 9 من كل 10 من هؤلاء إما نازحون في بلادهم أو لاجئون في دول غيرهم وما يزيد من هول الأرقام أن نصفهم تقريبا من الأطفال وجاءت المأساة السورية لتشرد أكثر من 6 ملايين شخص في الخارج ومثلهم في الداخل ليشكل السوريون نحو ثلث اللاجئين في العالم وفرارا من إيران الأسد لم يجد السوريون سوى الاحتماء بدول الجوار أما في المملكة فقد استقبلت منذ اندلاع الأزمة حوالي مليونين ونصف المليون سوري حرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين حفاظا على كرامتهم وسلامتهم ومنحتهم حرية الحركة التامة وفي مانمار شن جيشها حرب إبادة بحق أقلية الروهينجا المسلمة وصفتها الأمم المتحدة بأنها تجزيد للتعرفات النموذجية للتطهير العرقي ليرتفع عدد اللاجئين منها إلى مليون ومائتي ألف شخص فر أغلبهم إلى بنجلاديش المجاورة ولم تكن أوروبا بعيدة عن موجات النزوح لتتسبب في تغيير مزاجها السياسي نحو اليمين والشعبوية كما حدث في النمسا وإيطاليا رغم تراجع موجات اللاجئين بالمقارنة لذروتها في عام 2015 ويشهد الاتحاد الأوروبي أزبطا بسبب سياسة اللجوء أدت لمشاكل سياسية داخل ألمانيا بعدما هدد وزير داخلياتها بإغلاق الحدود أمام اللاجئين ما لم يتم توصلوا لاتفاق قبل نهاية الشهر الجاري كما كانت سفينة أكواريوس للاجئين دليلا آخرا على الأزمة بعدما رفضت إيطاليا استقبالها وعلى الجانب الآخر من الأطلنطي تتخذ الولايات المتحدة في عد الرئيس دونالد ترامب موقفا متشددا حيال الهجرة أحدثها أزمة أقفاص الأطفال وفصلهم عن ذويهم الذين حاولوا التسلل إلى أمريكا عبر المكسيك ما أثار استنكارا دفع ترامب لإصدار أمر تنفيذي بضم القصر إلى أهليهم إلى حين البت بشأنهم وتظال النزاعات وفقا لتقرير الأمم المتحدة السبب الرئيس في تدفق هذا العدد الكبير من اللاجئين حول العالم لبرنامج هون الرياض كريمة الحلفاوي